العديد من الناس بيتساءلوا هل قانون جذب بالفعل حقيقي؟ وشو فين يعمل لحتى اجذب الشي اللي بديه على حياتي؟ الجواب على السؤال موجود بتصريح أهم علماء القرن الماضي نيكولا تيسلا إن أردت أن تفهم الكون فكر بالطاقة والترددات والذبذبات وبالحقيقة كل شي بالكون هو طاقة وله تردد معين أنت محاب بمجال طاقي كهرومغناطيسي وكل فكرة بتفكر فيها إلا تردد معين وكل شي بتتمنى سواء السعادة أو الثراء أو الصحة أو الشغل المثالي موجودة على ترددات مختلفة في العقل الكوني واللي حتى تحصل عليهم لازم تكون على نفس التردد هاي الصورة بتمثل الترددات المختلفة خلينا نقول أنه أنت باللحظة الحالية ترددك هون ورغبتك موجودة على هذا التردد بالتالي اللي لازم تساوي إنك تتوافق مع تردد الشي اللي بدك ياه ومثل ما قال تسلا كل ما عليك فعله هو إنك تتوافق مع تردد الشي اللي بترغب فيه وقته بالتأكيد رح يتخل لحياتك فإذن دماغك مثل جهاز البث الإذاعي يرسل ويستقبل أمواج من الطاقة وهالأمواج فينا نقارنها بأمواج الراديو مثلا إذا بدك تستمع على محطة ترددها 99.9 لازم تولف على هذا التردد ما فيك تختار تردد آخر مثلا 101.1 وتتوقع استقبال تردد 99.9 ما فيك تحكي عطول عن الفئر والإلة وتتوقع أنك تصير غني أو تحكي أدي الناس أساؤولك وتتوقع أنه فجأة تتغير معاملتهم معك وبالنتيجة أنت لا تحصل في الحياة على ما تريده بل على ما تكونوا عليه ورح تبقى تخلق نفس الواقع مرة تلو الأخرى لحد ما تقرر تغير ترددك الآن الخبرية المنيحة أنك فيك تبدأ تغير حياتك من هاللحظة هو بأنك تكون على توافق مع الترددات اللي بدك ياها بأنك تغير إدراكك يعني أفكارك ومشاعرك فيك تحاق هذا الشيء من خلال تطبيق أهم الطرق في قانون الجذب وهي كالتالي طريقة الأولى مأخوذة من الكتاب الأول لصناعة الأموال في العالم فكر تصبح غنية جيم كاري قال أنه الطريقة كانت سبب بأنه يحصل على مليون دولار مقابل تمثيله بأحد الأفلام أما الكاتب الكندي وخبير قانون الجذب بوب راكتر قال أنه الطريقة كانت سبب بأنه يحول مردوده السنوي إلى مردود شهري والطريقة هي كالتالي أولا حدد تماما ما تريد ثانيا خذ ورقة صغيرة واكتب علي توكيد إيجابي لهدفك مثلا أنا سعيد وشاكر لأنه وزني صار 60 كيلو بشهر أيار 2021 أو أنا سعيد وشاكر لأنه رات بألف دولار بالشهر ابتداء من شهر حزيران 2021 جملة لازم تكون قصيرة بصيغة الحاضر وقبل للتصديق اقرأ الورقة مرتين باليوم أول ما تفيق وقبل ما تناق وكل مرة تخيل موقف معين بتحصل فيه على مبتغاق بالمناسبة سابر رئيسي بفشل كتيرين أنه يجذبوا الشيء اللي بالدنيا إنهم بيقولوا أنا بتمنى أو أنا بتمنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر